اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دور التعليم برنامج اندزاين في هذه المحاضرة نشرح تقنية مهمة جدا في عمل المجلات والصحف وطبعا في عمل برنامج اندزاين بشكل عام اللي هي تقنية الوارب تيكست او التفاف النص قبل ما نشرح هذه العملية خلني نشاهد بعض الامثلة الخاصة بهذه التقنية حتى تتوضح عندنا بشكل جيد نلاحظ ان هذه الصورة او هذا التصميم نلاحظ انه هذه الصورة وهذه الصورة النص مبتعد وملتف حول الصورة وبالتالي يعطينا تشكيل جميل وطبعا اكيد راح نضمن انه الصورة تبين بشكل متكامل والناس معروض بشكل متكامل نلاحظ اهنانا عندنا هالتصميم طبعا عبارة عن همبرغر وطبعا كوب بيبسي طبعا عندنا هنانا علبة صاص نلاحظ انه اصبح عندنا هالتصميم الجميل ليتم دمج النصوص مع الصور اهنانا في هذا التصميم اذا لاحظ انه عندنا هنا في هذه المنطقة النص مبتعد عن المصباح وبالتالي اصبح عندنا التصميم جميل وبالتالي طبعا نضمن انه عرض الناس بشكل متكامل طبعا اذا لاحظ اهنانا ايضا عندنا عملية الوارب ملتف النص حول هذه المناطق وطبعا اهنانا الدمعة نازلة بهذه المنطقة طبعا ايضا عند النزول مبتعد النص عن الدمعة وطبعا ينطينا هذا التصميم الانيق هذه الصورة ايضا النص مبتعد وملتف حوله هذه الفتاة بصورة جميلة وانيقة ايضا هنا بنفس الطريقة مبتعد النص حوله هذه الصورة أيضا هنا حرف R ومبتعد النص حولي حرف R وحول الصورة بهذه المنطقة طبعا حبات الطماطم أيضا مبتعد النص وملتف حولها أيضا هنا شرائح البرتقال مثل ما نلاحظ أنه في هذه المنطقة مبتعد النص وفي هذه المنطقة مبتعد النص أيضا هنا بنفس الطريقة تقنية الوارب تيكست طبعا هنا التكست أصبح بداخل الصورة بالتقنية الوارب تكست هذا الشكل أيضا أنه عندنا هنا الناس على شكل وجه إنسان أو على شكل كاركتر إنساني هنا طبعا الناس يكون لنا وجه بشري وطبعا وجه شهير اللي هو الوجه الكوميدي الألماني طبعا هنا عدنا الناس على شكل حرف اس وبنفس الوقت هو على شكل زجاجة عطل كما شاهدنا في التصاميم السابقة التقنية الوارب هي عبارة عن التفاف للنص أو التفاف النص عن الصورة أو حول الصورة وبالتالي رح يطينا تصميم أنيق وجه الذات رح نفتح ملف جديد وليكن هذا الملف بثلاثة صفحات أو ممكن يكون أربع صفحات ومن ثم أوكي طبعا في هذه المنطقة توجد الكتل رح نرسم كتلة دائرية هذه اللي هي الكتلة الدائرية وطبعا رح نملأ هذه الكتلة الدائرية بالنص مثلا بهذه المنطقة طبعا نروح على أداة الت ونضغط كليك بداخل هذه الكتلة وروح على تايب ومن ثم نختار الأمر اللي هو fill with placeholder text طبعا رح يضيفلنا نص طبعا هذا النص ممكن أنه نجري له عملية الكشائد أو عملية الضبط بهذه الطريقة وطبعا ممكن هنا نزيد من عملية التشابك حتى نضمن أنه الفراغات قليلة جيد الآن بعد ما ضفنا هذه الدائرة وطبعا نضفنا الناس بداخل هذه الدائرة الآن رح نضيف صورة من fire place وليكن هذه الصورة رح نضيفها بهذه المنطقة طبعا رح نكبرها ممكن أنه تكبر أكثر ورح نخليها بهذه المنطقة جيد الآن يجب أنه نرسم كتلة بأداة البينتول حول هذه الصورة حتى يلتف النص عن هذه الكتلة طبعا نروح على أداة البينتول ونرسم بهذه المنطقة مثلا هي تشي طبعا ممكن أنه هذه تكون بهذا الشكل طبعا هذه الرسمة اللي احنا رسمناها بالبينتول نلغي من عندها المخطط التفصيلي أو البوردر من خلال نضغط على نون وطبعا نجي إلى الخيار اللي هو طبعا عدنا هذه الخيارات الخاصة بالوارب عدنا هذا الخيار اللي هو التفاف النص طبعا وارب أراوند أوبجيكت شيب طبعا رح يلتف النص حول المسار البينتول اللي احنا رسمناه مثل ما تلاهظون أنه أصبح عدنا التصميم بهذا الشكل طيب إذا نضغط على مفتاح W طبعا رح البرنامج ينتقلنا إلى وضع العرض ونشاهد أنه أصبح عدنا التصميم بهذا الشكل ناخذ مثال آخر فيما يخص الوارب طبعا نجي إلى place ونجي إلى هذه السيارة مثلا رح نرسمها بهذه المنطقة طيب رح نضيف نص طبعا نص رح نضيفه بهذه المنطقة وطبعا حتى نسحب نص من هذه الدائرة نحددها بأداة البينتول وطبعا نحددها كونترول اي ورح نسحب نص بشكل مؤقت طبعا كونترول في رح نخليه بهذه المنطقة طيب هذا النص طبعا ممكن أنه نجزئه إلى أعمدة نحدد الناس ونروح على طبعا بالأعلى على الشريط العلوي وعدنا هذا الخيار اللي هو خيار الأعمدة نحول الناس إلى ثلاثة أعمدة طيب نحن نريد النص يلتف حول السيارة طبعا نروح على أداة البينتول ونرسم بهذه المنطقة وطبعا ضروري أنه الرسم يكون قدر الإمكان قريب على السيارة أو قريب على الشكل اللي نريد نعمل وارب إليه الخطوة التالية يجب أنه نلغي المخطط التفصيلي أو البوردر وطبعا نختار الوارب للبينتول طبعا لا ننسى أنه البينتول مفاعل ونختار هذا الخيار اللي هو الوارب طيب هذه الصورة طبعا ممكن نلغي الفريم الزائد بهذا الشكل مثل ما تلاحظون أصبح عندنا التصميم بهذا الشكل طيب ممكن ناخذ مثال آخر من Fireplace مثلا ممكن نضيف هذه الصورة أيضا بنفس الطريقة راح نستنسخ هذا النص وراح نخلي بهذا المكان جيد إذا نلاحظ أن الصورة راح تغطينا النص لابد أن الصورة تكون بالخلف طبعا نضغط على الصورة click Amen ومن ثم نختار Arrange ونختار الخيار اللي هو Send to Bug نلاحظ أنه أصبحت عندنا الصورة بهذا الشكل فقط أنه يحتاج نصنع وارب من خلال أداة البينتول طبعا أداة البينتول مشروحة بالتفصيل بالمحاضرات الخاصة بالفوتوشوب بإمكانكم أنه تبكروها من خلال محاضرات الفوتوشوب طبعا بعد ما نصنع البينتول ضروري أنه نحذف البوردر أو الستروك ومن ثم نصنع وارب من هذا الخيار هذا الخيار المؤشر ومن ثم نلاحظ أنه رح يصبح عندنا تصميم بهذا الشكل نأخذ مثال أخير مثلا رح نأخذ هذا المثال طبعا رح نضيف النص بهذه المنطقة النص أصبح أعلى الصورة طبعا ممكن يكون بهذا الشكل جيد جدا الآن رح نرسم حول الجزء المحيط بالزجاجة الخاصة بالمصباح طبعا يفضل أنه الرسم يكون دقيق ولكن الآن للسرعة رح أرسم بشكل بسيط يعني ما رح أتعب بالرسم جيد بعد ما رسمنا هذا المسهر اللي هو بأداة البينتول نحذف الجزء الخاص بالستروك ومن ثم نصنع وارب إلى هذا الشكل طيب مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا التصميم بهذا الشكل طبعا ممكن أيضا نصنع وارب آخر بأداة البينتول وهذا الجزء السفلي طبعا ممكن أن يكون بهذا الشكل جيد أيضا ممكن نصنع وارب وأكيد لابد أنه نحذف الجزء الخاص بالستروك طيب الخطوة التالية طبعا ممكن أنه نحذف الجزء الخاص بالمصباح من خلال أنه نحدد النص واررينج سينتو باق نجي إلى الجزء الخاص بالمصباح وطبعا نزله إلى هذه المنطقة ومن ثم طبعا نحدد الصورة المتبقية الرينج وسينتو باق رجح مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا الناس مكمل للمصباح طبعا الموضوع بسيط جدا فقط يحتاج بعض التركيز وطبعا يحتاج ممارسة على تقنية البينتول واجب هذه المحاضرة هو عمل وارب طبعا يأما يكون بهذا الشكل يأما يكون بأحد الأشكال التالية طبعا أكيد يفضل أنه نختار وارب بشكل متناسق نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر